تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقى رئيس الجامعة القاسمية كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم الفائزين والفائزات في جائزة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الرابعة من طلبة الجامعات والتي تنظمها الجامعة القاسمية وذلك في مسرح الجامعة قبيل انطلاق الحفل الختامي لجائزة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية تجول الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم يرافقه ضيوف الحفل من داخل وخارج الدولة في المعرض المصاحب الذي نظمته دار المخطوطات الإسلامية في الجامعة القاسمية حيث تعرف على المعروضات النادرة والنفيسة وقدم الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية في كلمته أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة مشيرا إلى دعم ورؤية سموه الثاقبة في تأسيس الجامعة القاسمية لتكون منارة تقدم التعليم العلمية ولتصبح دارا للقرآن وبيتا للعربية إلى جانب جهود سموه في قيام مجمع اللغة العربية ومجمع القرآن الكريم والسنة النبوية وأشار عبدالله الحسن في كلمة لمؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة إلى أن الجائزة شهدت تطورا كبيرا خلال دوراتها الثلاثة السابقة حيث بدأت محلية ثم جائزة داخلية لجامعات الدولة بعدها انتقلت ليشارك فيها طلبة جامعات دول مجلس التعاون الخارجي لتصل إلى العالمية في دورتها الرابعة بعدها قام الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسم بتكريم الفائزين وكان الحضور قد استمع خلال الحفل إلى أنشودتين دينيتين وتلاوات تجويد القراءات وقصيدة شعر بعنوان معجزة القرآن الكريم حضر الحفل الختامي لجائزة القاسمية للقرآن الكريم والسنة النبوية كل من سعادة الدكتور محمد دياب الموسى المستشار في الديوان الأميري وسعادة سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة وعدد كبير من المسؤولين في المؤسسات والدوائر الحكومية وأعضاء الهيئات التدريسية والطلابية من الجامعات المشاركة من داخل وخارج الدولة شكرا